اللهم إني تجردت من حولي وقوتي ولجأت إلى حولك وقوتك لا حول ولا قوة إلا بك اللهم أعني ولا تعين علي وانصرني ولا تنصر علي وامكر لي ولا تمكر بي وهدني ويسر الهداني اللهم اجعلني لك ذكارة لك شكارة لك رهابة لك متواعة إليك أواها منيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويا رب اجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ويا رب اجعلنا من عبادك الصالحين الذين تتولاهم سبحانك وانت تتولى الصالحين ويا رب اعطي كل من طلبنا الدعاء في هذه القناة وكل من يسمعنا الآن وكل من يؤمن على دعائنا يا رب اعطي اسأله واكثر مما يرجوه منك يا رب العالمي في الدنيا والآخرة عاجلا غير آجل واجعل لهم دعوة لا ترد كفرق الصبح يا رب العالمين اللهم صلي وسلم وبارك وانعم على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعات الحبيبات في هذا الفيديو أمرين ان تمسكتي بهم بإذن الله بإذن الله ستصلين إلى الله أنا ما عملك الطريق إلى الله أنا عملك كيف تصلين إلى الله يعني أن تكوني من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون المعجزة للنبي والكرامة للولي من عاد لي وليا فقد آذنته بحرب يكون الله سبحانه وتعالى سمعك وبصرك ويدك وقلبك ولسانك وجوارحك الله سبحانه وتعالى يحارب أعدائك من يؤذيك فيحارب الله من عاد لي وليا فقد آذنته بحرب يكون دعائك بإذن الله مسموع إذا رفع يده إلى الله استجاب دعاءه إذا استعاذ بالله أجاره يعني تكوني بمعية الله رعاية الله حفظ الله ولاية الله تكوني من الذين لا يحزنهم الفزع الأكبر يعني بإذن الله لا خوف من ماضي ولا خوف من حاضر ولا خوف من مستقبل ولا حزن على ماضي وعلى مستقبل وعلى حاضر يعني أنت من الذين اختارهم الله واصطفعهم بإذن الله حفظك للقرآن قراءتك للقرآن مداومتك على قيام الليل كل هذه الأمور إذن نحن بفضل من الله سبحانه وتعالى عم نشجع أنفسنا ونتواصل بها كل يوم تقريبا هذا طريق إلى الله أنت بخير أنت في الطريق لكن هل وصلت هل تريدين أن تصلي إلى الله ويكون كل هذا الخير لك ولاية رعاية جبر رحمة إجابة خير عجيب لله هل تريدين ذلك حبيبتي عليك بهذا الأمرين تمسكي بهم وعملي بهم واجتهدي بهم وربي سيجعلك من أوريائه وهذه هذا الأمرين ثباتك عليهم هو الوصول إلى الله شو هم هذة الأمرين شوأتنا أول أمر وأول عبادة وأصعب عبادة وأعظم عبادة غض البصر أيوة غض البصر عما حرمه الله إذا كنت تغضين بصرك عما حرم الله وتتقين الله في نظرك وثبتي على هذه العبادة مع صعوبتها في هذه الأيام وفي هذه الفتن فأبشري فأنت من أولياء الله من يغض بصرهم عما حرم الله يذق حلاوة الإيمان لأن النظرة المحرمة سهم من سهام إبليس حتقليلي أنا مرى يعني أنت عم تحكي معنا نساء والرجال هم المجحل لا حبيبتي وبس الرجال رب العالمي في القرآن قال وَقُلِّ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَضْنَ فُرُوجَهُنَّ شوفي مؤمنة مؤمنة أيها المؤمنة التي ستصل إلى الله التي بإذن الله هي في طريق الوصول إلى الله هي وصلت إلى الله التي تغض بصرعا عما حرم الله إذن ليس فقط أن أغض نظري عن الرجال ممكن تقليلي الرجل غير المرأة يعني ممكن أن تمشي قدام رجال ما تنظر ما تلتفتي عليهم ما تلتفتينهم لكن الحرام الآن أسهل ما يكون بلمسة والعياذ بالله والأصعب انتشار الآن في السوشال ميديا الريلز والشرط المقاطع القصيرة هذه اللي بيجلس عليها الواحد بالساعات والعياذ بالله ولا يشعر أنه ضاع عن ذكر الله ووقع في الحرام وفي النظر الحرام وفي السمع الحرام وهو عاب يشوف مقطع مضحك لكنها اسمها غنية هي عاب تشوف قصة لكنها بتنظر لرجل وامرأة بالحرام هم عادين بالحرام هي عاب تنظر إلى ما حرم الله دوما تشعر بثواني يذهب الإيمان من قلبك ثواني يعني المقاطع الآن القصيرة تصل إلى أربعين أو ثلاثين ثانية وأنا أخواتي مصنع مثلا عندي الشورتس ما بيسمح لي اليوتيوب أكتر من تسعة وخمسين ثانية يعني شوفي حتى الدقيقة ما بيقدر نزل فيديو الشورتس اللي بتشوفه منزله أنا المقاطع القصيرة هذه مقطع من تسعة وخمسين ثانية كل ما يقصر المقطع كل ما بينتشر أكثر شوفي شوفي أين وصل أين وصلت الفتنة فإذن أنت تتغضي نظرك عما حرم الله ربي سبحانه وتعالى يبدل في قلبك لذة الإيمان وحلاوة الإيمان فتجدين الخشوع في صلاتك وتجدين القرب من الله سبحانه وتعالى أي وصلت لأنك وصلت فأنت في رعاية الله والله من تغض نظرها عما حرم الله مو فقط المسلسل الآن عبنبهكم على شيء أخطر الآن يحصل هي المقاطع القصيرة المنتشرة في كل وسائل وسائل التواصل الاجتماعي تضعك في موضع خطير تذهب بصيرتك وتذهب إيمانك من دومة الشعي يخرج الإيمان من قلبك بسماع بنظر إذن غض البصر عما حرم الله دامك رجال ومرأة عادين بالحرام كيف تنظري لهم دامك مقطع امرأة عارية بالعياذ بالله حتى قلت لي أنا مثلها لا حبيبتي عورة المرأة للمرأة من الصر إلى الرقبة يعني فيه منطقة مغلظة النظر إليها حرام إذن أنت وتتنظري حتى لإمرأة هي والعياذ بالله ملعونة متبرجة تظهر زينة إلا عنهن فإنهن ملعونات فأنت كأنك راضية بهذا المنظر فغض النظر يجعل في قلبك الإيمان ويثبت الإيمان وتصلين إلى الله بإذن الله والله يا أخواتي روحي الآن وامتحني نفسك اللي هي عنده إدمان على المسلسلات وعنده إدمان على المناظر والعياذ بالله والأفلام وكل ما حرم الله في النظر والآن سهل جدا وهي عنده ما بتقدر يعني لو صلت لو قامت الليل لو ما كان لازم هذا النور اللي أنت بدك ياه في صلاتك وفي عباتك وفي دعائك وفي بيتك وفي حياتك ومع زوجك ومع أولادك لا يجتمع مع ظلمة المعصية لا يجتمع حبيبتي العين تنظف من هذه النظر ينور القلب وهذا القلب موضع نظر الرب تاني أمر وهو متصل في الأول وكل كلامنا عن القلب في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب صدق رسولنا الكريم أو كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم إذن هذا القلب موضع نظر الرب أنت بدك قلبك يكون متصل بالله بمعية الله طاهر نظيف ابتهد عن نظر الحرام تاني أمر وهو سلامة القلب أيها إلا من أتى الله بقلب سليم أي سلامة القلب إذا كان قلبي سليم فأنا وصلت إلى الله وكنت في رعاية الله بإذن الله وفي حفظ الله ومع الله ولله في أمر كله حياتي كلها لله لله رب سبحانه وتعالى الله يكون سمعي وبصري ويدي ورجلي كل حياتي كل جارحة من جوارحي الله معي كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش به ورجله التي يمشي عليها ولئن سألني لأعطينه رفعت إيدي لأله الله أعطاني استعذ بالله أنا خايفة أعطاني وأعاذني رعاني وتولاني جبرني وأكرمني وسترني ورفعني وهداني أنت مع الله أنت وصلت إلى الله بسلامة قلبك سلامة قلبي من إيه؟ يعني حكينا أكثر عن سلامة القلب اللي هي الأساس للوصول إلى الله سبحانه وتعالى اسمعي أقوال السلف قال ابن العربي رحمه الله لا يكون القلب سليما إذا كان حقودا حسودا معجبا متكبرا الرسول صلى الله عليه وسلم شرط شرطه في الإيمان لا يكون مؤمن مين؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه إذن الحاقد لا يتمنى لغيره الخير الحاسد لا يتمنى ولا يحتمل أن يرى الخير على أحد الحاسد الحاقد المعجب متكبر لا يستطيع لا يستطيع لا يستطيع أن يكون مؤمن لأن الإيمان في القلب هذا القلب هذه المضغة التي هي موضع نظر رب إذا كان حاقدا حاسدا معجبا متكبرا لا يكون مؤمن لأنه لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه الرسول صلى الله عليه وسلم كثير اهتم بقلبه وهو نبي كان يقول أن الصحابة لا تحكوا لي شيء كما عن الحديث عن أصحابي أحب أن ألقاهم وأنا سليم الصدر حبيبي يا رسول الله اهتم بسلامة صدره حتى مع أصحابه هذا من كمال الإيمان من الأمور التي توصلك إلى الله من أقوال السلف رحمهم الله سئلها ابن سيرين رحمه الله ما القلبه السليم فقال الناصح لله في خلقه يعني وإنت تجي تنصح إلى أحد نصيح أنت بتحف أن هذا الأمر خطير يعمل يعمل الشخص قدامك أو حابة وصلي خير حصل إليك وحابة وصلي لغيرك بالنصيحة وبالحكمة وبالموعظة الحسنة تكون ناصحة لخلق الله مؤمنة سليمة الصدر بإذن الله وقيل القلب الذي يحب للناس ما يحب لنفسه هذه سلامة الصدر هذا القلب السليم هذا القلب النظيف هذا القلب الذي يلقى الله بخير وعلى خير سبحانه وتعالى قد سلم جميع الناس من غشه وظلمه وأسلم لله قلبه وليسانه وقال ابن تيمية رحمه الله القلب السليم المحمود هو الذي يريد الخير للشر يعني أنت وتتمني الخير للناس وتحب الخير لغيرك أنت مؤمنة أنت وصلت إلى الله كم لإيمانك بإذن الله سلامة الصدر غض البصر هدول الأمرين حافظي عليهم إثبتي عليهم هم عبادات عظيمة وصعبة جدا لكن ثمرتها الوصول إلى الله ثمرت هذه العبادات العظيمة تصيلين إلى الله صاحب القلب السليم صاحب العين الحافظ لحدود الله هذول اتنين يقرؤون القرآن يعملون به يتقون الله في كل أمر من أمور حياته يحبون للناس ما يحبون لأنفسهم قلوب سليمة طاهرة عيون كلها بصيرة وخير وخير بإذن الله تعالى جميعا أخواتي والله يسعى قلوبكم ويجبركم ويحفظكم ويسعدكم ويجعلنا منهم يا رب العالمين يجعلنا من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا رب العالمين ويارب يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن ودمتم أخواتي في رعاية الله وحفظه لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو مع من تحبون عسى الله أن يجعل لكم من كل هم فرجة ومن كل ضيق مخرجة ويزقكم من حيث لا تحتسبون ويعطيكم حتى يرضيكم ويجبركم جبرا تعجب له أهل السماوات والأرض يا رب العالمين أحبكم في الله أخواتي وأتمنى لكم الخير دائما لا تنسوني من دعائكم وأنتم دائما في دعائي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وتو بلك سلام عليكم ترجمة نانسي قنقر